موسيقى 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 متابعا في سبراسك رحبكم في هذا اللقاء تداعية أزمة كورونا على الصحة النفسية للمواطنين المغاربة رفقة الطبيب النفسي عمر بطاس أهلا بك دكتور دكتور عمر بطاس كيف شأت راس أزمة كورونا على الجانب النفسي للمغاربة؟ موسيقى أثرت بشكل سلبي تأثير كان سلبي لأنه لاحظنا بأنه كان ازدياد بعض الأمراض النفسية بعض الضغوطات النفسية على بعض المواطنين المغاربة كان جوج الأنواع اللقنا هو أنه الناس اللي كانوا مرض أو في السابق كانت تعرضوا لشي مرض نفسي حلا عود وقعت لهم انتكاسات يعني انتكسوا من جديد وكان لأول مرة ظهر عندهم أمراض نفسية لابتين نقول لك النوعي اللي اكترت اللي لحظنا بكترة هو اضطرابات دي النوم ترى الخصون الاكتئاب اضطرابات دي القلق هذو تلك الأنواع اللي لحظنا بأنهم رتعفع بزداد خصون الاكتئاب ونشرطي لحظ نقطة أن الأزمة دي الكورونا من الكشفت لنا على هذ الاضطرابات النفسية اللي هي ممكن كانت مرافقة هذو الناس من قبل وكن ما كانوا نش عارفينها دارت دراسات اللي كشفت على أن الناس اللي متصابوا بكتئابة اللي اضطرات فيهم هذو الأزمة دي الكورونا هما الأكتر عرضة للإصابة بهذا المرض ممكن لأنه بعض الأمرار النفسية وعلى رأسها الكتئاب يؤثر على المناعة ينقص للإنسان المناعة كتنقص المناعة النفسية ولكن حتى المناعة الجسدية بالتالي من اللي كتنقص عنه المناعة يقدر أي مراد مثلا بحال هذا أي فيروس يفتك بهم إذا كانت تصادفوا معاه في هذيك المرحلة اللي هو ما مكتائبين فيها هو معرضي للإكتئاب وما كتشوفش دكتور أن هذي الكورونا وخاكات لجلنا نشوفها من جانب إيجابي فهي عزت لنا الوعي بالثقافة دي الثب النفسي يعني الناس اللي اكتر اقبال على ثب النفسي أكيد هذي في العالم كله صباح الآن جامعيك يقول بأنه بنت أهمية الصحة النفسية كانت المجهودات كلها كتدار على الصحة الجسدية لا من ناحية المواد البشرية ولا من ناحية الإمكانيات اللي كانت تعطل الأمراض الجسدية كان من ناحية الماكن ما نقولوش إهماله ولكن حال عدم الكتيرات بأهمية الصحة النفسية ففي العالم الآن بان بأنه في جميع الدول حتى الدول المتقدمة أهمية الصحة النفسية والاستثمار والمجهود اللي خصويت الدار في المجال للصحة النفسية لم تطعيمه من يعني تزيد في الموارد البشرية ولا الإمكانيات المادية ولا الوجيستيكات هذي بانت بقوة وخرجات في جميع المسائل اللي كانت منظمة الصحة العالمية كانت تشير لهذه النقطة بقوة وجميع المخصصين يشيرون لها ماشية في المغرب وهذه المسألة دي الارتفاع هذي الأنواع دي الأمراض مع الجائحة لوح يضف جميع الدراسات في جميع العالم كلهم ماشية في المغرب فعلا الصين هي الأولى النشرات ونشرات الارتفاع دي الأكتئاب دي الأكتئاب القلاق دي الأكتئاب النوم وكين واحد جاني بخول اللي لقناه رتافع وهو هذا حالة انتحار حالة انتحار وبعد الحالة كي يجي مع الارتفاع العنف الزوجي نعم رتافعته هو مع مع داك الجائحة وخصون من يوقع الحجر الصحي الحجر الصحي من الضحايا دياله النساء دي كانوا ضحايا العنف الثاني هم الأطفال في الأول ما متنتابهوش للمختصين ولكن من داس واحد شهرين أو ثلاث شهر على الجائحة بانت تأثير على الأطفال لأنه حتى الطلب طب الترابات نفسية بديتكتبان على الأطفال داك الحجر والوباء وداك الخوف خلا أنه منقاطعت داك الروابط للعائلية والاجتماعية واللي هي لما نقوله السند نفسي فمن يكي تقطعه بحل لكي يبقى الإنسان منه النفسو وخلقات هشاشة عنه وخلقات هشاشة نفسية ودكتور كلاحظوا أن بعض الناس اللي كانوا في الأول قبل من الجائحة كانوا بيتوتيا ولكن مع ذلك أطراط فيهما الجائحة طبعا الحال ولو كي حسوم وشركة ممكن أنا نقوله نفسروا هاد القضية أن هاد الناس ما بغوش بحل سمارس عنه مخض النوع ديال الضغط يشوفوا بأن الحرية ديالهم تقيدات فما تقبلوش الفكرة نعم كان هاد الناس اللي أنه وخا هو يعني كما نقوله حدودي شيئا ما مليجيس أنه الجائحة تفرضت عليه حس بأنه هادك حدودي هو كي يعتبره اختيار دياله فعلا بينما كونجا قرار أنه نعم يتحد كي يحس بأنه تحرم واحد حاجة ثمارس عنه ثمارس عنه واحد ضغط بالفعل ومذكرنا العنف الأساري العنف الأساري اللي بان في الفترة ديال الخصوصا ياك في الأول دياله فما قلتي بأنه كان ممارس على الزوجات وليكرا بعد الحال ترشن بأنه كان متبادل يعني بالأزواج الجوج وحتى الأزواج معا أبناء ديالهم يعني ولو كنشوفوا بأن أبا وأمهات اللي وصلتهم درجحتها بأنهم قتلوا وأبناء ديالهم مني الأسف فهذا شيء كامل بيناتنا كورونا فكيفاش نقدروا أننا ننقصوا أو نخفوا خصوصا إحنا بقي كنت عايشوا مع هذه الجائحة هذي كيفاش نقدروا نخفوا من هذه الآثار السلبية اللي جاءت بها هذه الجائحة وهي خصوصا تكون واحد مقاربة شوية شمولية فيها بزاف الأطراف اللي ختمت دخله ماهل إعلام مزيان التحسيس بهذه المشاكل لكن ماهل كتكون شيها شاشة اقتصادية تقع فيها ودخل شيء كتلقى هذي المشاكل بزاف كتلقى العائلات فيهم هذي المشاكل كان كان الصحة المدراسية اللي خصر ربما تترجع وتعطاها أهمية لأن هنا في الصحة المدراسية كيمكن اللي كتكتشفى العنف الأساري عن طريق الطفل إما كيكون هو ضحية إما كيكون شاهد على هذك العنف الأساري ما بين الوالدين أو غوته كيكون ضحية كان بطبيعة الحال هذي النقطة اللولة اللي شيرنا له هي تعزيز الاستثمار أكتر في الصحة النفسية فهذي كلها اللي بدنا نقوله تصب في نفس تصب في نفس التجاه نعم ومنيد بينا على هذي مشهولات اللي خاصة اللي بدلوها باش نعزوا من يعني الوعي دينا بأهمية الصحة النفسية المواطنين ما كتشوفش بأن يعني العلاجات النفسية كتكون مكلفة شيئاً ما بالنسبة للناس فماشي ممكن أن الدولة أنها تتفكر بأنها الدرجة فتغطية صحية وماشي كلهم الأدوية وماشي كلهم داخلين في سلة العلاجات وكان الامثلين كي درجوا جميع الأدوية بدتك تدخل يعني كين مجموذات مبدور كنظن أنا مع هاد البرنامج للحماية الاجتماعية من هنا السنتين ربما هاد الكلفة اللي كان على العائلات من ناحية الصحة نفسية غادي تنقص لأنها وداخلة دبا في سلة العلاجات ماشي كل شيء الأدوية ولكن أهم الأدوية داخلة في سلة العلاجات كين واحد تقدم وتكرنا قبيلة بزر ديال الحبيجات اللي واكبة كورونا فبنسبة الإدمان على الشاشات يعني لاحظنا بأن الفترة ديال كورونا وصيوكتو كنفرمو كانوا حد إدمان على الهواتف الدكيوات فشنو النصيحة ديالك للناس باش يقدروا أنوا لابناء ديالهم ما يبقاش عندهم مشكلة يعني ما يبقاش لقنات المشكلة مع أبنائهم هي بنسبة الأطفال كين واحد اللي قاعدة وهو كيقول لك طفل عنده قل من ثلاث سنين ما خسكش تعطيها مثلا طابلات ولا تريفون قدر المستطع يعني السفر ما تعطيش طابلات ولا موقع قل من ثلاث سنين من ثلاث سنين تعطيها هو لكين يلعب شوية والعاب لي تكون يكونوا حد تقنين تقنين جدا وكين من ساعة سنين لتناش هو كيبقى تقنين من بعد تناشر عام كيقول لي التقنين صعب شوية ما هو لكين كيخص الوالدين يبقى وواكبوا يواكبوا هذك الشاب حتى 18 سنة الظروف اللي كيندبه هو أنه الوالدين خسين تابعوا لهذه المسألة وخصون في الأطفال لأن بديدة كنشوفوا بعض المراهقين بعض الحالات بعض الجائحة اللي ولا عندهم إدمان إدمان خصين على اللعب الجو فيديو ولا درالي بابقاش قدر يديرتشي حاجة كيبقى كيسمح في الماكرة يسمح في القراية يسمح في اللعب أصدقاء يسمح في كل شي ممكن يكون هذا وحد الطريقة اللي اختاروها باشي هربوه من هاد الواقع اللي كناعيشين فيه في اللول اختاروها كطريقة باشي هربوه من هاد الضغط ولكن من بعد من كيوالي إدمان كيوالي هو بحالشي آلا بوحد وصف وخالبت ترفع الحجر الصحي وخارج عالتقريبا شيء حيات طبيعية مستطعوش ينقالعوه ماشي كل شي المراهقة ماشي كل شي الشباب ولكن واحد فئة ديك الفئة اللي عندك تكون حدا واحد نعملها شاشة وهاد المشكي مبقاش تحكر على الشباب فقط والأطفال وإنما ولا أحسن الكبار حتى الكبار القارس هم دمنوا هاد الكبار بالفعل كيد الكبار عود ثانيش كنلاحظوا عندهم دك اللعب دي القمار اللي كان مباشر ولا اللعب بالقمار عن طارق الشاشة عن طارق الشاشة نعم كتسب في نفس الشيء فعلا وشي هي الإكراهات اللي واجهاتكم كمختصين في المجال النفسي؟ فضيل هاد جايحة فضيل جايحة فضيل جايحة كان رتفاع الطلب أولا حالة كان تانية أنه اللي الناس اللي مرضوا بالكوفيد من بعد بزاف منهم عرفوا حالة نفسيا خصا الاكتئاب كان أنه الناس اللي كانوا كيعالجوا ومليش جاهد خصا ذيك الشهر اللولى كل من القشك يجي بخوف أنه يتصاب وقشك يجي يستاشروا فمن بعد من ترفع الحجر بدوا كيجيونا انتكاسات لأنهم توقفوا على العلاج فعلا كانوا غادين في العلاج ووقفوا هذه من الأشياء الزمال البارزة اللي لاحظنا من بعد الجائحة كنشكروك أستاذ على صدفة ديالك وعلى عدرة رحبة الصدر ديالك وعتيتنا من وقتك ومن وقت ديال لباسيون ديالك شكرا شكرا وهكاك نكون وصلنا لنهاية ديال حققنا اليومة نضربوا لكم مواعيت بحلقة زيينة شكرا